أكدت منظمة رايت رادار لحقوق الإنسان على أهمية ضغط البعتة الأممية في الحديدة على ميليشيا الحوثي من أجل تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المحافظة وأعربت رادار في بيان على تويتر عن أسفها لمقتل الشاب علي عواش نهاري البالغ من العمر 27 سنة والذي قضى متأثرا بإصابته جراء انفجار لغم في قرية الزعفران التابعة لمديرية الدريهم جنوب محافظة الحديدة وقالت رادار إن ضغط البعتة الأممية على جماعة الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها سيساهم في حفظ أرواح المدنيين من سكان القرى والمناطق المتضررة من الألغام والعبوات الناسفة